اشتركوا في القناة الدكتور محمد بن مبارك بن دينة المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الاعلى للبيئة وخلال الورشة استعرض سعادة الدكتور محمد بن دينة رؤية واستراتيجية المجلس الاعلى للبيئة من خلال حماية البيئة والمحافظة على مواردها الحية وتنميتها للاجيال القادمة ورسالة المجلس للعمل كادارة متكاملة للنظم البيئية والموارد الطبيعية من اجل تنمية مستدامة وتطرق سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينة إلى الجانب التشريعي والقانوني الذي يتكفل فيه المجلس كما تناول أهم السياسات وتشريعات المنظمة لحماية الاستدامة البيئية وأوضح المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الاعلى للبيئة أبرز ملامح الخطة الاستراتيجية للبيئة ومدى تنفيذها مع الجهات المختصة واختتم الدكتور بن دينة الورشة بالتأكيد على دور المجلس الاعلى للبيئة في تعزيز ورفع الوعي البيئي لدى المجتمع بكافة شرائح حيث تم تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع والبرامج سنويا كما تم تقديم عدد من البرامج التوعوية كالمحاضرات وورش العمل والرحلات التعليمية والأنشطة الصيفية والمسابقات التثقفية بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني